الراديو تسعين تسعين هواها مصري مستمعين الكرام بنرحب حضراتكم معانا مرة تانية وزي ما كنت قدر حضراتكم في البداية بمناسبة العام الهجري الجديد الف ربعمية واحد واربعين كل عام وحضراتكم بخير حبينا نحن النهاردة نتكلم في شيء نستفيد منه كلنا واستفيد منه مع حضراتكم وهو مكارم الأخلاق التي قال رسول العيسة والسلام أنها بعثة من أجل أن يتمم مكارم الأخلاق ودايما بنحب في الأمور اللي زي دي لنحن نستفيد من أهل العلم فسعداء بأنه نورنا الدكتور عبدالعزيز النجار وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بالملوفية دكتور عبدالعزيز أولا بنرحب بحضرتك معنا وكل سنة حارك طيب وحضرتك طيب وأهلا وسهلا بيك ويعني نستغل الفرصة كده ونضع الله عز وجل أن يكون العام الهجر الجديد عام خالي تماما من الإرهاب يا رب يا رب بإذن الله بإذن الله خلينا دعم حضرتك بسؤال عام أيهما أفضل وأقرب إلى الله عز وجل ورسوله شخص على خلق أم شخص دائما التعبد وموجود طول الوقت في الجامعة بيصلي وبيصوم دائما وما إلى ذلك أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واهتدى بهديه ودعى بدعوته إلى يوم الدين أما بعد في الحقيقة حضرتك تحدثت عن أمر هام جدا لأن البشرية الآن تعيش حالة انفصال بين الأقوال والأفعال فهو يظن أن الإسلام ما هو إلا عبادات وفقط يعني مدام بيصلي الصلاة في وقتها وبيصوم رمضان وبيصوم نوافل وبيتصدق وإن كان من أهل الزكاة يزكي فهو يعتقد أنه يعني وصل لدرجة يعني ربما أن لم يصبقه أحد إلى الجن هذا نوع من الغرور لأن العبادات ما هي إلا الأرقام الخمسة التي تقام عليها أو يقام عليها الإسلام كل المعاملات لو حالك شفت الكام في القرآن عن الصلاة والزكاة والصوم وشفت المعاملات اللي هي تتضمن الأخلاق نجد أن هناك كام كبير جدا 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 وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهاه صلاته الذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء وعن المنكر فلا صلاة له يعني شرط أن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر طيب اللي بيصلي ويؤدي صلاة في وقتها وبعدين هو يؤذي غارها ويؤذي الناس باللسانة أو بيدها يغتصب الأموال يأخذ الحقوق يتحدث يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة كل هذا فلا فائدة لهذه الصلاة لأن الصلاة لم تنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصوم قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس من صيامه غير الجوع والعطش يعني بمعنى إيه أنه في نهار رمضان هو الغيبة والنميمة واللسان والمعاصي فهو يصوم عن الطعام وعن الشراب لكن لا يصوم عن الأمور البقية ولذلك من لم يدع قول الزور ده حديث والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع صيامه أنا أعمل إيه بصيامك وأنا أعمل إيه بصلاتك وأنا أعمل إيه بزكاتك مدام أن الصلاة والصيامة والحجة هي لم تهذب الأخلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك بدأت قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نعم طيب أظن المقاطعة في شأن الصلاة اللي حدثت تطرقت إليه كنت حكيت قصة في البداية الفيديو موجود على مواقع التواصل الاجتماع هذه الأيام لرجل على طائرة متجهة من أو أقلعت من مطار تشارلد جولب باريس وهي تحلق في الهواء قرر أنه يصلي فبدأ يصلي في الممر وبالتالي أعاق حركة اللي موجودين في الطائرة الركاب نعم فحاول أنه يعني يوجهه بهدوء واحد من طقم الضيافة طبعا ما يعني ما دلوش رد فعل وبعدين خلص صلاة وسلم وأم وقف وأم ضارب اللي حاول يوجهه ده نعم بالبوكس في وشه نعم وبالتالي قائد الطائرة الكابتن طائرة لفه ورجع وبلغ الشرطة والشرطة الفرنسية طلعت وبدأت تقوله من فضلك انزل كان رافض بدأت تعامل بالأيدي شد وجذب بعض الضرب ثم ألقوا القبض عليه ونزلوا من الطائرة نعم في موقف زي ده نعم لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في هذه الطائرة وكان يريد أن يصلي نعم ماذا كان يفعله هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك قلوب العباد لا بقوة مال ولا بقوة سلاح ولا بقوة بدن وإنما ملك القلوب بالرحمة والمودة والحب فهذا ما فعله يشيء وأساء إلى الإسلام وإلى المسلمين لأن في هذه البلاد لا ينظرون له على أنه شخص وإنما ينظرون على أن هذا دين على أن الدين بتاعنا دين غليطة على أن الدين بتاعنا دين يعق حركة المرة على أن الدين بتاعنا دين يسمح بالاعتداء على الآخر مع أن الدين الإسلامي لا يسمح بذلك وهو مسموح له أن يصلي في مكانه وهو على الكرسي وغير مسموح له أنه يصلي في الممر لأنه يعق حركة الناس فإذا كانت الصلاة تصح في أي مكان ما دم طهرا إلا عليه وذر أنه أخذ وذر أنه عطل مصالح الناس أعق حركتهم الأذى ضرب الآخر يعني هناك مخالفات كثيرة جدا فكان من باب أولى أن يصلي وهو مكانه وهذا جائز شرعا إذا كان الإنسان يركب دبة مثل الطائرة أو السيارة أو توبيس وهو لا يستطيع أن يقف أو أن يصلي في مكان ما وأتته الصلاة فليصلي وهو مكانه ولا شيء عليه أما هذا فهناك ارتكب مخالفات كثيرة لم تنسب إليه فقط وإنما للأسف يستغل بعض القلوب المريضة مثل هذه الأحداث لكي يلصقوها بالإسلام ويسيئوا إلى الإسلام لأن الإسلام عندما انتشر في شرق أسيا وانتشر في هذه البلدان لم ينتشر بالأقوال وإنما انتشر بالأفعال ولذلك قال السادة العلماء أن فعل رجل خليبها لحضرتك السادة المستمعين أن فعل رجل مش قول ما أكثر الأقوال أن فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل نقولها تاني دي فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل يعني لو واحد أعدوا ألفه وعضوه هو اللي في دماغه هيعمله لكن سلوك رجل يعيش في وسط ألف هو يغيرهم دون حديث ودون كلام ودون موائر اللي هي القدوة اللي احنا بنفتقد طيب عشان برضو ناخد يعني أو نستفيد بقدر الإمكان كنت أتحدث قبل الفاصل عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وقد إيه كان بيوصينا على حسن معاملة الجيران وروايت للسادة المستمعين قصة جاره اليهودي اللي كان بيلقي القمامة وأنه أمام يعني باب البيت النبي عليه الصلاة والسلام وأنه البعض قال النروية دي أو القصة دي مش حقيقية البعض الأخر قال لا هي حقيقية ما حقيقة هذه القصة ونستفيد منها إيه لنا كمجتمع النهاردة اللي بنعيش في وسط ناس كتير ساكنين في عمارة واحدة ما يعرفش اللي ساكن قدامه ما يعرفش اللي ساكن في إيه وتحته حتى ما بيصبحوش على بعض ولا يلقوا التحية على بعضهم البعض ده غباء اللي بيخشوا في مشاكل وسرعات ومحاكمات نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون المتنطع دي اللي هو بييجي عنده الأمور المتشددة ويتشدد ويتشدق بها وكأنها هي الدين والإسلام وأن من خالفه فهو علامات حضرتك الجماعة اللي هم بيحاولوا يعني يفتو بأذية غير المسلم وعدم معاشرتهم واللي يقول لك نقبلته في الطريق نقف الحيط وإذن الحاجات اللي كان بتحدث في سنة سبعمية أو ستمية هجرية وكان لها أوقات معينة فبيحاولوا يضعفوا هذا الحديث أو هذه الرواية وهناك من يقويها لأنها تدعو إلى التعايش لو حضرتك رجعنا لقضية الهجرة وإحنا في اليوم الأول من الهجرة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرك المدينة طرك مكة وذهب إلى يثرب وصارت طيبة وصارت المدينة المنورة عمل إيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسس النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أمور الأمر الأول علاقة الإنسان بربه بنى المسكت علاقة المسلم بالمسلم آخر بين المهاجرين والأنصار علاقة المسلم بغير المسلم فأسس ووضع صحيفة المدينة التي تضمن الحقوق والواجبات لجميع الأديان والثقافات التي تعيش في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب لم يقل لهم أخرجوا اليهود وأخرجوا النصارى وأخرجوا عبدة النار والمجوز لا 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 النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعايش بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد نجران وكانوا نصارهم في المسجد وأخذوا يصلون في المسجد قالوا دعوه وطرقهم يصلون في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب لنا أروع الأمثال في معاملة والإحسان إلى الجار حتى ولو كان الجار يهودي ما تفرقش عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما بك على جنازة وقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو مش النبي بتاعنا بس ده النبي بتاع الناس كلها احنا امة اجابة لكن امة الدعوة الناس كلها الى يوم القيام ولذلك لما تشوف قرآننا ومش بيخطبنا لوحدنا معشان كده خلينا نركز في لفظ العالمين البعض كان يعني يحاول ان يفسره بانه المعنى بيه هم المؤمنين ولكن اذا كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخاطب او يعني يتحدث عن المؤمنين فكان هيقول المؤمنين انما هنا العالمين ان معناه احنا بنتكلم على سائر الخلق نعم هو فاهم عند بعض الناس يعني عايز يقولك ازاي ان هو مشرك والنبي صلى الله عليه وسلم هيبقى له رحمة هو رحمة له اذا دخل في دين الاسلام لان هنا فرق بين امة الاجابة وامة الدعوة امة الدعوة الناس جميعا كل الناس شوف القرآن بتاعنا بيخطب الناس كلها يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس في القرآن شوف قد ايه الناس تشمل المؤمن وغير المؤمن احيانا يخاطب المؤمن يقول يا ايها الذين امان يا ايها الناس يبقى الكلام لنا احنا يا ايها الناس يبقى الكلام لمن للكافر والمشرك واللي مش معترف انه وجود اله والملحد للكل الكلام للكل فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لكل للانس والجن للجميع لما نعود الى الوقاعة التي معنا وهي الاحسان الى الجار فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاحسان الى الجار حتى ولو كان الجار يهوديا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل عنه وعندما مرض هذا اليهودي ذهب النبي لم يضع القذورات في يوم سأل عنه قالوا مريض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أوصاه ربه سبحانه وتعالى هو يتعامل مع البشر جميعا ليس على أساس المعتقد وإنما على أساس الإنسانية هو إنسان هو نفس لا حقوق ولا وجبات وعليه وجبات لابد أن يؤديها أما أننا نصنف الناس في التعامل على أساس الديانة هذا خطر كبير وهذا هو الذي جعل العالم الآن يعني يضج بالعمليات الإرهابية في كل مكان مع أن مجرد الإختلاف في الدين لا يبيح لي الاعتداء بل بالعكس الإحسان أضرب لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وكان يستظل بظل شجرة ويعلق سيفه وأخذ الرجل السيفة وجذب النبي صلى الله عليه وسلم من تلبيب مسكه كده من الجلابية من رئابته كده وقال من يمنعك مني الآن يا محمد يريد أن يقتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فوقع السيف من يد الرجل وانقلب الوضع فصار النبي صلى الله عليه وسلم يمسك السيف بيده الشريفة بيمناء ويمسك الرجل بالأخرى ويقول من يمنعك مني الآن قال يا محمد كن خير آخذ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الرجل وعندما ذهب إلى قابلته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأن الله قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليف القلبي لنفضل من حولك نعم الله طيب إحنا هنطلع لفصل ونكمل حدثنا بعد هذا الفصل حول حالك في إطار الكلام تحدثت عن أنه جوهر التعامل لازم يبقى دايما حضر فيه الرحمة والمودة والحب عايز أخذ من الثلاث صفات دول ونستفيد من كيف كان يعامل الرسول عليه الصلاة والسلام أهل بيته تماماً لأنه بنشوف النهاردة مشاكل كتير وحالات طلاق كتير وشد وجذبة ما بين الزوج والزوجة وخلافات وعراق فعايزين نستفيد من دي مهم خلينا خلينا نبدأ بيها برد لأنها مهمة حاجات الزوجة والمواد ده ورحمة دي مهمة جداً ده هنبدأ بإن شاء الله بعد الفاصل فأرجوكم ابقوا معنا نستمكاملين مع حضراتكم مستمعينا الكرام وبمناسبة العام الهجري الجديد بنحاول إن إحنا نصلط الضوء على بعض ما نعاني فيه أو منه فيه مجتمعنا ويعني نتعلم من أهل العلم كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل في كل مناحي الحياة وقبل الفاصل كنا قلنا إن إحنا هننتقل إلى كيف يجب أن يتعامل الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج وبالتالي هنحاول نهتدي بكيف كان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أهل بيته برحب أحرك مرة تانية يا دكتور عبد العزيز يا أهلا وسلام مرحبا وحرك بقى يعني يفدنا إزاي الرسول كان يتعامل مع أهل بيته وإيه فكرة أهمية وجود المواد دار وحضرتك فعلا ده موضوع يعني يليت شبابنا في هذه الأيام يفقه ويفهم معنى الزواج يكفي أن الله عز وجل يقول يا والناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد إحنا مش متضضين إحنا مش داخلين شركة بالعكس ده الزوج اسمه زوج والزوج اسمها زوج زوج مش يعني يعني مش فرض الناس بتفهم الزوج ديت إنه ده حاجة وده حاجة لا زوج يعني الاتنين لا ينفصلها ولذلك ربنا سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكونوا وجعل بينكم مودة ورحمة المودة والرحمة دي في عجالة مهمة جدا 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 وتتجلى المودة والرحمة عندما يحتاج كل واحد من هما للأخ يعني فرضا سريعا كده لو أن الزوج مرض تلاقي الزوجة خلاص انتهى الرجل بقى مريد وتعبان وربما ملوش داخل وتلاقيها هي اللي أيما نايمة عليه وتيروح للدقاطرة وتقوم بي إيه اللي بيخليها تجعل ذلك مع أنه هو صارت لا تنتفع منه بشيء المودة والرحمة والعكس تجد أن الزوجة ربما أنها تمرد أو تصاب بأي شيء أو تمر بأي ظروف ضائقة تقوم تجد الزوج هو الذي يقوم على خدمتها هو اللي رعيها وهو اللي ينام جنبها في المستشفى هو اللي يجيب لها الدقاطرة وينفك عليه وربما لو متيصر يسافر بها أمريكا ودها ألماني كل ده اللي بيخليه يجعل كده هي المودة والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يضرب لنا المثل الأعلى في تعامله مع أهل بيت وده اللي احنا عايزين الرجالة بتوعنا يفهمه الرجولة ليست هي بعضلات مفتولة ولا بشنبات مبرومة كما يفهمها البعض وإنما الرجولة أن يكون الإنسان كما أمره الله عز وجل هل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سماعت هذه القصة كان بيساعد أهل بيته لأنه بالصبت لأن ده برضو السلام مهمة لبعض الرجالة بيظنوا أن أنا عشان أبقى راجل لا الستة هي اللي بتخدمني وأنا دوبة كان أكفاء على أن أنا بشتغل برة وبكتهد في شغلي ما احنا هنرد عليه في ديت نقوله طيب في زوجة بتشتغل دلوقتي وربما بتكسب أكثر من زوجة يبقى المسائل مش كده إلا خلاص مدام هي بتشتغل وأنت بتشتغل إحنا قلنا أن المسألة مسألة تعاون البيوت لم تبنى على الحب وإنما تبنى على المودة تبنى على الرحمة هكذا قال سيدنا عمر بن الخطاب وأثبت الواقع ذلك النبي صلى الله عليه كان في مهنة أهله في مهنة أهله يعني كان يساعدهم في الطبيق ويساعدهم في كذا وكان يرقع ثوب يجيب الإبرة ويخيط الثوب بتاعه ويرقع نقنع له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يساعد أهل بيتي في كل شيء ومع ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده مش حد زينا يعني مش إنسان عنده وظيفة وتنتهي لا ده وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة لأنه معلم أمة بأكملها مسؤول عن أمة بأكملها مش مسؤول عن وظيفة أو عن شركة أو عن كذا ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ إلى أهل بيتي والنقطة المهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا من أهل بيتي قط لم يثبت ذلك بل خادمه بل سيدنا أنس خادمه يقول ما قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته يعني حتى المعاملة مع القادم مش مع الزوجة فقط ومع ذلك البيوت فيها من المشاك حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهن تظاهرن عليه زي صورة التحري وأعدوا شهر والنبي صلى الله عليه وسلم النساء يتظاهرن عليه ومشكلة وسيدنا عمر يتدخل للصحابة وبغم ذلك تحدث حديثة الإفك وتأتي السيدة عائشة وتغضب ويأتي سيدنا أبو بكر ويقول لها قومي واعتذري للنبي صلى الله عليه وسلم تقول لا أعتذر إلا للذي برأني من فوق سبع سماوات والنبي يضحك ويتبسم لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم البيوت مليئة بالمشاكل وصيتي لكل شاب أن يعي جيدا أن الزوجة خلقت منه هي جزء منه وخلقت له وعليه أن يعاملها على هذا الأساس فيقوم يطعمها إذا أطعم ويكسوها إذا اكتسى إنما ما يجيش هو يجيب لنفسه أطيب الطعام ويطرقها أو يلبس أفضل الثياب ثم يأتي لها يعني إن أتى بثياب غير مناسبة لا زي النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا وزي سيدنا عمر مقال حق ما حق زوجة أحدنا عليها قال أن تطعمها إذا أطعمت وتكسوها إذا كسوتها كذا هذه النصيحة للزوج للزوج والزوجة أيضا والزوجة أيضا عليها أن تعامل زوجها بالرفق ولذلك قال أحد الصالحين قال كلها يعني أكرمها أكرمها تجعلك أكرم الأكرماء أكرم القرماء وقال أرضها يعني شوفها عزي إيه تجعلك في السماء والعكس كذلك الزوجة عندما تقول له أرضا يقول لها سماء عندما تخضع له ولذلك كلا لمرأة لماذا يحبك زوجك ولست أجمل الجاملات شوف المعنى يعني إيه مش عايزين أقول أن أنت وحشة يعني جميلة بس مش أنت يعني إيه أجمل واحد لفظ فيه رقة وهي ربما يكون تخلف عنها وسائل الجمع فقالت كلمات لعل النساء الآن يعني تعي هذه الكلمات قالت إن هراني استمعت متنرفز وعمالي عاتفها ويقولها كلام ما بتدلوش على كلمة عشرة وإن أذاني صبرت وإن أعطاني شكرت وإن ما عنعاني رضيت يعني هكذا قالت هذه الأشياء وأراكب ربي فيه لأن وإن كان وإن زرع زوجي الشوق زرعته أنا الورد الله إن زرع زوجي الشوق أزرع أنا الورد الله علشان البيت يعيش ويستمر فبقى الزوج يكرمها تكرمه يرضيها ترضيه هي كذلك لما تلاقي جزها متنرفز تقوم تصبر شوية ينهارها تصبر شوية فيه سعة ماشي في حالة ضيق زي بعضه اللي لقيته عايز يفركش البيت تبنيه هي إن زرع زوجي الشوق زرعته أنا الورد الله يا ريت يا ريت يا رب كل زوج وزوجة يستفيدوا من هذه النصائح لأنه حياتهم هتبقى في نعمة أكتر طيب في أحيان كثيرة هنتقل هنا المحور آخر من مناحي الحياة كيف كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل مع الطفل لأنه بنشوف في بعض الحدة من البعض في التعامل مع الأطفال في بعض الأباء والأمهات اللي بيرتكبوا جور مفاحش مع أبنائهم سواء بالضرب أو بال إحراجهم وسط الناس النبي كان بيتعامل إزاي مع الأطفال هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الأطفال برحمة شديدة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وكان أطال في السجود وعندما سأله الصحابة قال إن ابني الحسن كان على ظهري فخشته أن أعجله حتى في الصلاة يعني وكان يلعبه وكان يدعبه وكان يقبله وعندما رأى رجلا يقبل أولاده قال يعني أتقبل جميع أولادك وقال يعني والله إن لي عشرة من الأولاد لم يقبل أحدهما فأخبر النبي صلى الله أن الرحمة قد نزعت من قلبي يعني مقرد أنك تقبل ابنك وتحضونه وتاخده الطفل ده بتكون شخصية الطفل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويجد طفلا صغيرا يبكي لأن الطفل فقد أباه وفقد أمه ويبكي فالنبي صلى الله عليه يطبطب عليه ويضمه إلى صدره ويقول له لماذا تبكي يقول لقد فقدت أبي وفقدت أمي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن يكون محمدا لك أبنا ومن الذي ينال هذا الشرف وأن تكون خادشة لك أما وأن تكون فاطمة لك أختا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرف الانتساب والانتماء إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك أفضل من ذلك في التعامل مع الأطفال لأننا لو تحدثنا عن معاملته للحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة نقول أنهم من آل البيت وأنه أمر طبيعي لكن هذا طفل غريب لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف نسبه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك مع أهل أطفال المحطين به أو الأطفال والذي كان في الحرب يوصيه ألا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا يقطعوا شجرا ولا نقلا يعني طيب برضو من الفواحش التي يتم ارتكابها من البعض في الوقت الراهن طريقة التعامل مع الحيوان وهنا الواحد الحقيقة بيشوف في بلاب بره كتير إزاي في رفقة في التعامل مع الحيوانات هنا ساعات بنشوف في الشارع الناس إزاي بتتعامل مع الكلاب أو بتستخدم الكلاب بتشراصها وبتستخدمها يعني في عداء مع الآخرين أو بنشوف حتى لو بتكلم على العيد الأطحى اللي في قواعد المفترض تتبع مع الذبيحة نلاقي ساعات الواحد من دول بيخزة يعني الجموس مثلا أو يكسر رجليها عشان يقدر أو يباحة وهي وقفة أو بيباح الغنم فيباحهم قدام بعض وهو بيظهر السكين أمام وأعتقدني كلها قواعد بتنافي الجوهر الموضوعة كيف كان يتعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دائما يتألم وذلك عندما اشتك له جمل في حائط سوء معاملة أهل دانا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الرحمة حتى في الذبح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أراد أحدنا أن يذبع أن الأول يكون السكين بتاعه أن تكون حادة يعني ما يجيبش سكينة تؤلم الحيوان لا لابد أن تكون حادة الشفرة تكون حادة هذه واحدة الأمر الثاني أن يريح الذبيحة وأن يجعلها على جانبها الأيصر ولا يؤلمها ولا يريها الشفرة اللي يسكين ثم يقوم بالنح وبعدين كمان ما يقطعش الرقبة للآخر يسيب جزء وهنا أثبت الطب الحديث أنك لما تسيب جزء فمزال المخ بيدي أمر للدم فالدم يخرج كله يتضفق من الذبيحة وتكون الذبيحة سليمة بالنسبة 100% ولو قطعت الرقبة مرة واحدة من البداية انفصلت الأوامر اللي بيتروح للجسم يقول له ضخ الدم ده برا فتلاقي الذبيحة من جوة فيها دم وبالتالي تكون غير صحية بنسبة 100% نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذبح الذبيحة أمام الذبيحة الأخرى يبقى الإنسان يذبح كل ذبيحة على حدة لا يري الذبيحة السكين أو الشفرة التي يقوم بها أن تكون حدة أن يريح الذبيحة أن يجعلها على جنبها الأيصر أن يقول بسم الله الله أكبر ويقوم بعملية الذبح ده بالنسبة للذبح بعيدا عن الذبائح يعني التعامل مع الحياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أن امرأة دخلت النار في هرة وانت عايز تعامل أكثر من كده هرة القطة اللي يعني بنلعبها وأحيانا الأولاد يعذبوها ويتحابوا ويتعبوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا طرقتها تأكل من قشاش الأرض حبستها بس حبستها بس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها دخلت النار في على الجانب الآخر أن رجل دخل الجنة لأنه سقى قلبا عندما وجد كلبا يلهثه من العطش وكان عند بئر فدخلا نزل الرجل وأخذ يعالج الماء بخفيه أو بكفيه يعني يجيب الماء من البئر ويطلع يشف حضرك معاناة فيسقي القلب والكلب وبعدين ينزل يجيب ماء تاني ويطلع إلى أن يرتوى الكلب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة أتمنى أنه سادة المستمعين يعني أو كلنا نستفيد من هذه الروايات عشان كل واحد فينا بيتعامل مع الروح في هيئة حيوان بنوع من العنف والتعدي يتعظ بأنه يتعامل مع الروح تيزاي وضع الواحد بيشوف الناس في بلاب بر قد تتعامل مع الحيوانات وكأنها بشر فبكل رفق ده يعني في إحدى البلاد بيبقى فيه في الأماكن اللي فيها ممكن الإنسان عبر سبيل كده يشرب مية بيبقى فيه حنافية عالية للإنسان وحنافية وطي خالص على مقربة من الأرض للحيوانات إلى هذا الحد بيفكروا في الخارج إزاي أنه هما يكونوا دائما على رفق بالحيوان اسمح لأنه هنخرج لفاصل وبعد الفاصل هنبقى عايزين نستفيد برضو من علم وخبرة حضرتك في ما أوصانا به الرسول عليه الصلاة والسلام في إتقان العمل وده بعد الفاصل قد إيه تفرق لما نستفيد من كل هذه الصفات ونتحل بيها والله هتفرق مع حياة كل واحد فينا وهتفرق معنا كلنا كمجتمع لسا مكملين مع حضراتكم مستمعين الكرام وبنحاول أن احنا نستفيد من صفات واسمات الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كان يتعامل في مناحي الحياة المختلفة مع كل شيء تحدثنا عن كيف كان يعامل أهل البيت كيف كان يتعامل مع الأطفال كيف كان وكيف أوصانا كمان في طريقة التعامل مع الحيوان نتحدث بقى عن العمل لأنه البعض يسيء لنفسه ولغيره في العمل فيه اللي بيحاول أنه في تجارته يكسب فلوس أزيد مما يستحق فيه اللي بيتقاعص عن أداء مهام عمله فيه في وسط الشغل تلاقيه بيسيب الناس ويقوم عشان عايز يصلي مثلا فيقعد في الصلاة أكتر بكتير من الدقائق اللي ممكن يكون بيؤدي فيها الصلاة في بيته آآ بحجة أنه انتو مش عايزاننا نصلي ولا ايه انتو هتكفرونا ولا ايه وده الحقيقة يعني مشاهد أعتقد أنه كتير مننا آآ بيقابلها طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه عن العمل وعن اتقان العمل وعن انه لازم يبقى كل واحد مننا في شغل ويبقى عنده اخلاص ويتعامل مع الاخرين بكل ضمير آآ لسه منورنا دكتور عبدالعزيز النجار وكيلة الوزارة عشان برضو نستفيد منه في هذا الامر آآ دكتور عبدالعزيز يعني في ثقافة العمل إلا اوصى نبي رسول عليه الصلاة والسلام وحنا كل واحد في نبي ادي شغل هو احنا في حديث لو ان آآ كل واحد مننا جعلوا العمد عنده في حياته آآ ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ان يتقنه الاتقان في العمل هو ده الدين بتاعنا اللي بيأمرنا به وحضرتك المسألة دي ناس بتبصيلها على انها امر هين شوف حضرتك احنا عندنا سبعة مليون موظف تمام لك ان تتخيل لو كل موظف في اليوم اهضر جنيه يبقى انت بتهدر في اليوم سبعة مليون جنيه يعني لما تحول مسألة عدم اتقان العمل الى ارقام تسعجك صح وتجعلنا كلنا لابد ان احنا ننتبه يعني ولذلك كان بعض الناس كان يقولك لو كل موظف عمل ورقة فلوسكاب بس كل يوم واطعها بدون لازم او اهملها يبقى انت بتضيع سبعة مليون ورقة في اليوم اضرب بقى في الشهر اضرب في السنة فهناك يعني الاهمال سبب لضياع الدول سبب لخراب البيوت اتقان العمل اللي احنا دلوقتي كلنا بيبهرنا الغرب ان العمل عمل عندهم وكذلك الراحة راحة والعبادة عبادة يعني بيفصل بين الاشياء كلها هو ده دين الاسلام بتاعنا هو ده مبدأ الاسلام بتاعنا اللي احنا المفروض نتمسك به وده اللي قالوا عليه ان عندهم اسلام بلا مسلمين واحنا عندنا مسلمين بلا اسلام عندنا اسلام بلا مسلمين وهناك مسلمين بلا اسلام نعم يعني بيطبقوا الاسلام بس ما عندهمش اسلام واحنا عندنا اسلام بس ما بينطبقوش اذا اللي ربنا قال عليه كابوا رمقتا ان تقولوا ما لا تفعلون يا يو الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كابوا رمقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون احنا نتكلم كويس لكن في الافعال افعالنا منقضة تماما تماما تجد ان بعض الموظفين يجوا ضيع الوقت في الصلاة يعود له ساعة في الصلاة ساعة ونص بينما في يوم الراحة ربما انه لا يصلي ولو صلى ينقر الصلاة تنقرا مفيش دقائي وسواني وماشي بعض الناس تستغل مسألة الصلاة ويتلاقي مثلا بعض المنشآت فيها مسجد وله باب من الخارج يقولك نازل صلي من قبل الظهر بساعة ويجي بعد الظهر بساعة فين كنت بصلي وهو كان برا بيقضي في اي مكان ساعتين دولة كل هذا يعتبر يعني ضياع حتى لو كان بيقضيهم داخل المسجد حتى لو كان داخل المسجد نعم حتى لو داخل المسجد لما سيدنا عمر بن الخطاب وجد رجلا يمكث في المسجد وينام فيه قال من الذي ينفق عليه قال اخوك افضل منك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد يدا خشنة قال هذه يدون يحبوها الله ورسوله ومن بات كلا من عمل يده اللي بيبات شغال من عمل يده يعني هناك رويات كثيرة وأحاديث كثيرة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن لا سبيل لإصلاح اقتصاد أي دولة أو تقدم لأي دولة أو رقي أو سمو إلا بإتقان العمل نعم نعم وماذا عن التواضع كثير من الناس يظن بأنه التواضع أصله وهيتفهم غلط أنه ممكن يكون ضعف فبالتاني لازم أبين الناس قد إن أنا كبير وأرض تهدي ما عليك يقدي لا هذا بالتأكيد فهم خاطئ لأن يعني حتى يقولون من تواضع لله رفعه فالتواضع لا يكون للشخص التواضع ليس معناه الانحضار وإنما التواضع هو تواضع في التعامل يعني لو رأينا مثلا مسؤول كبير بيعامل مثلا حتى العمال عنده معاملة طيبة ويتواضع معهم هذا ليس معناه أن المساحة تضيق تضيق من الفوارك وأنهم يبقوا صحاب لا التواضع شيء ويكونك أنك تفرط في حقوقك أو في حقوق وظيفتك شيء آخر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام وكان يجلس على الأرض والرجل الذي كان يطر النبي قال لا تطروني كما أطرط النصارى ابن مريم وإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذا الرجل الرجل الذي جاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم استدان منه وأقال يا être يا بني المطلب أنتم قوم وأخذ ينهر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر أراد سيد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثل في التواضع يقول له يا عمر كان ينبغي عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء لم يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم ويترك سيدنا عمر حتى ينال لأنه أساء ونال من النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجده يضرب لنا أمثال كثيرة عندما يريدون الطعاء يقول أحدهم أنا أتي بالشياء والآخر يقول أذبحها والآخر يقول عليها سلقوها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليها جمع الحطق أصعب حاجة تنحرها ماشي تسلقها ماشي تغسلها ماشي شوية ماشي جمع الحطق دي مسألة شقة جدا وما قالش لا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أععد لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا عليها جمع الحطق يختار الشيء الصعب ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع الخطق فكان يضرب لنا دائما وأبدا المثل في التواضع وهو الذي نهان عن الكبرياء احنا سعداء جدا بوجود حضرتك وأنا الشخصين استفدت كتير ربنا يزيدك وأنا واسمح لنا بحسن الختام ندعي دعوتين حلوين بقى لمصر وللمصريين ولنا كلنا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأة الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل مصر في ضمانك واجعل مصر في أمانك اللهم احفظ مصر وشعب مصر وحكومة مصر وجيش مصر وشرطة مصر اللهم ألث بين قلوبنا اللهم اجمعنا على كلمة سواء اللهم اجعل هذا العام الجديد عام خير وبركة وسعادة على المصريين جميعا بل على العالم كله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الإيمان وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه اللهم آمين 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 اللهم آمين